أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقدم الدعم النقدي نحو 142 ألف أسرة في صورة إعنات ومنح نقضية وذلك تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأوضح التحالف أن 142 ألف أسرة تسلم إعنات ومنح نقضية وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب125 مليون جنيه مصرية مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصرية ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك بمناسبة عيد الأطحى المبارك تأتي هذه المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجا وسعيا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأطحى المبارك وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة بهدف تخفيف العبئ عن كهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة